على تلال مدينة الخليل تقع كنيسة المسكوبية الشامخة منذ أكثر من 150 عاما هذا الصرح التاريخي الحضاري سمي بهذا الاسم نسبة إلى العاصمة الروسية موسكو وتمتاز الكنيسة بقبابها الذهبية وجدرانها العتيقة بتصميمها الهندسي المعماري وهي تحتفل بأعياد الميلاد وفقا للتقويم الشرقي قبل 147 سنة اجعلنا استأجروا العرض من الثامنية وبلوطة سيدنا براهيم بناء على بلوطة سيدنا براهيم اللي هي عمره 3750 سنة فلما أخذوها بنوا الدير بعد الدير بنوا كنيسة فوق اللي هي بتسمى القلعة صغيرة طبعا هي طابق أرضي والطابق الفوقي كان يتعبدوا فيه الكنيسة تستقبل الزوار والسياح الذين يأتون للصلاة والتبارك من شجرة بلوطة سيدنا إبراهيم عليه السلام ويعتقدون بحسب الرواية التاريخية بأنه استظل بظلها قبل أكثر من أربعة آلاف عام بلوطة عندهم إياها شيء عظيم كبير وعلى أساس بيجعلهم جميعنا العالم بيأخذوا من بركتها بيأخذوا من كذا لما بتبقى الشيطة اشي حاجة بنزل منها على الأرض بنمو نعطيهم من بركتها والكل بيجعلها البلوطة شكلت هذه الكنيسة نافذة لعلاقة إيجابية بين الشعبي الروسي والفلسطيني من خلال حفاظ المسلمين بمدينة الخليل على معالمها واحترام هذا الصرح الديني الموجود منذ مئات السنين بين منازل المسلمين معلم تاريخي حضارية